عاجل صرف مرتب شهر كامل منحة العيد الكبير لهذه الفئات من الموظفين عارفين ايه اللي شغل بالنا كل يومين؟ اكيد سعر الدولار هو ده اللي بيلعب في اسعار كل حاجة تقريبا خصوصا الحاجات اللي بنستوردها من بره الاستاذ هاني جنينا الخبير الاقتصادي الكبير بيقول ان الدولار ممكن يوصل لتسعة واربعين وخمسين جنيه بنهاية السنة دي بس يا جماعة هو كمان بيقول ان مصر ممكن تستقبل فلوس كتير من بره في النص التاني من السنة خصوصا بعدما امريكا خفضت الفايدة بتاعتها ده ممكن يخلي المستثمرين يرجعوا لمصر التاني الاستاذ جنينا بيأكد ان مصر خلاص استقبلت حوالي من 16 ل 17 مليار دولار معظمها في ازون وسندات بس للأسف في ضغوط كتير على دخلنا من قناة السويس وحاجات تانية ده غير مشكلة انقطاع الكهرباء اللي بتحصل كتير ده كله بيأكد اننا محتاجين عملة صعبة عشان نجيب وقود كافي ونشغل محطات الكهرباء مش كل الخبرة الاقتصاديين بيقولوا نفس الكلام فيه خبراء تانيين بيقولوا ان الدولار ممكن يوصل لخمسة وخمسين جنيه بنهاية السنة دي وده بسبب ازمة العملة اللي بتمر بيها مصر يعني الموضوع لسه مش واضح اوي وممكن يكون فيه مفاجآت في الفترة الجاية بس خلينا متفقلين مصر دايما بتعدي من الازمات وان شاء الله هنعدي من الازمة دي كمان المهم اننا نفضل متابعين ونشوف ايه اللي يحصل في الفترة الجاية وحاجة اخيرة يا جماعة بلاش نصدق اي كلام بيتقال في الشارع عن الدولار لازم ناخد معلوماتنا من مصادر موصوقة عشان ما نبقاش ضحية للشائعات وان شاء الله نعدي الفترة دي على خير باذن الله